ترجمة نانسي قنقر وتطويره هذه هي أبرز أهداف برنامج التاجر الصغير الذي يسعى إلى تعزيز مبادئ وقيم التاجر الناجح في ريادة الأعمال الطفل عندنا هنا اكتسب ثقة بنفسه لأنه طبق كل ما أخذ في البرنامج التدريبي في سوق التاجر الصغير الموجود حاليا في مدينة الشباب العبارة عن ثماني مشروع طبعا مشاريع متنوعة ومختلفة لفئات عمرية متفاوتة من خمس سنوات إلى ست عشر سنة أحس أن اليهال يحتاجون للدعم من هذه العمر علشان يواصلون وأن يكونون في مكان شديشة بابي وكلها طاقة وكلها يعني ناس تدعم من كل التجاهات يحفزهم أزيد أن يستمرون ويبون يصرون شيء أكبر البرنامج يتميز بأجواء ريادية وبرامج تعليمية مختلفة حيث يتكون من عشرين مشروعا يشارك فيه ما بين ثلاثين إلى ستين تاجر من الأطفال نحن في مدينة الشباب عشان نكون مع التاجر الصغير عشان نبيع الأشياء التي نحن وتعبنا عليها أنا عندي مشروع كرشي أعمال يدوية بدأت مشروعي في كورونا لأن كنت قاعدة أبحث عن موهبة تشغلني في هاي الوقت فبدأت أساويش يعني كذا موهبة وأجرب ويعني هاي الشيء اللي حبيته يعني عرفت عقله مشاريع هادفة لأطفالنا تهيئهم ليصبحوا رواد أعمال وفقا للقيم الإنسانية والوطنية يجدون من خلالها فن التواصل الاجتماعي والقدرة على الابتكار وبناء شخصية ريادية للطفل اشتركوا في القناة